بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن ذكرت لكم أن حكم رسم الهمزة المتوسطة يعتمد على قاعدة قوة الحركة ورسمها على يا هنا يعني أن إذا نظرنا إلى حركة الحرف المهموز وحركة الحرف الذي قبله سنجد أن في أحد الطرفين كسرة لذلك إذا وجدنا الكسرة هنا كتبنا الحرف المهموز على وإذا وجدنا الكسرة هنا كتبنا الحرف المهموز على أيضا إذن الحالات المحتملة جميع الحالات المحتملة في هذا الدرس هو أن يكون هذا الحرف هذا الذي قبل الحرف المهموز أن يكون مكسور أن يكون مكسورا الحرف المهموز قد يكون مكسورا وقد يكون مفتوحا وقد يكون مضموما وقد يكون ساكنا يعني يمكن أن تكون النظام بهذا الشكل كسر وبعده كسر كسر وبعده فتح كسر وبعده ضم كسر هكذا كسر وبعده سكون وقد يكون العكس أن يأتي الحرف المهموز مكسور مكسورا والحرف الذي قبله مختلف فقد يكون هذا مكسورا أيضا وقد يكون مفتوحا وقد يكون مضموما وقد يكون ساكنا يعني أن يأتي عكس هذا فيأتي الحرف المهموز مكسور ويأتي الحرف الذي قبله إما مكسور أيضا أو مفتوح أو مضموم أو ساكن في جميع هذه الحالات بغض النظر عن كون الحرف المكسور هو الحرف المهموز أو الذي قبله سنكتب الحرف المهموز على ياء بهذا الشكل وحتى يتضح الكلام سنضرب الكثير من الأمدلاء الآن إن شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات إنك تخطئين تخطئي سننظر إلى حركة الحرف المهموز وحركة الحرف الذي قبله سنلاحظ تخطئين كسر كسر لذلك كتبنا الهمزة على ياء بهذا الشكل لذلك لو سئلت لماذا كتبت الهمزة على ياء قلنا لأنها مكسورة وما قبلها مكسور ومثلها تماما المقرئين ومثلها المبتدئين ومثلها من المبطئين انظر معي إلى هذه المجموعة سوءي لا سوءي سوءي إي إذن مكسور وسوء مضموم اجتمع كسر وضم والكسر أقوى من الضم حسب ترتيبنا لقوة الحركات لأننا قلنا الكسر هو أقوى الحركات على الإطلاق ثم وقبلها مضموم إذن ترسم الهمزة المتوسطة على ياء بهذا الشكل ومثلها تماما وإذا اجتمعت الضمة مع الكسر هو الكسر أقوى فأعطينا الهمزة حكم الحركة الأقوى وهي حركة الكسر سائمة لاحظ سائمة اجتمعت الكسر سائي مع الفتح فرسمنا الهمزة على ياء لأن الحكم للأقوى ومثلها تماما يل تئم تئم اجتماع الفتح مع الكسر يئنو اجتماع الفتح مع الكسر ابداي اجتماع الفتح مع الكسر لئيم اجتماع الفتح مع الكسر كئيب اجتماع الفتح مع الكسر انظر معي إلى هذه المجموعة الهمز مكسور وقبل حرف ساكن فأعطينا الحكم للكسر فكتبنا الهمزة على يا لأنه إذا وجد كسر هنا أو هنا جعلنا الحرف المهموز على يا ومثل أسئلة مائل وسائل وقائل كلها تكتب الهمزة فيها على يا لأنها مكسورة وقبلها سكون هنا مكسورة وقبلها فتح هنا مكسورة وقبلها ضم هنا مكسورة وقبلها كسر هنا انظر إلى المجموعة الأخرى هنا مقرئون لاحظوا أن الكسر الآن ليس في الحرف المهموز وإنما في الحرف الذي قبله لا يختلف الحكم مقرئوا الحرف المهموز مضموم ولكنه مسبوق بكسر فأعطينا الحكم للحركة الأقوى وكتبنا الهمزة على الياء بهذا الشكل مثلها تماما منشئون اجتمع الكسر مع الضم فأعطينا الحكم للكسر وكتبنا الهمزة على يا كما ترون مثلها يستهزئون يستهزئون يستنبئون الحكم نفسه انظر إلى هذه المجموعة فئة تجد أن الحرف المهموز مفتوح ولكنه مسبوق بكسرة فنعطي الحكم للأقوى ونكتب الهمزة على ما يناسب الكسرة والذي يناسب الكسرة هو الياء في فئة وفي رئة وفي تعبئة وفي مرجئة وفي مبتدئة وفي تجزئة لاحظ معي في جميع هذه الكلمات أن علة كتابة الهمزة على يا هو أنها مفتوحة وسبقت بكسر سبقت بكسر فأعطينا الحكم للكسر إذن تكتب الهمزة على كرسي إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا لاحظ ذئب ذئب الهمزة ساكنة ولكنها سبقت بكسر مثلها تماما بئر مثلها تماما مئذنة مثلها تماما جئت شئنا اطمئنان استئجار استئناف استئصال إذن نستطيع الآن أن نرسخ قاعدة ونقول إن الهمزة المتوسطة تكتب على يا تكتب على يا بهذا الشكل إذا كانت الهمزة نفسها مكسورة أو كانت مسبوقة بكسر بغض النظر عن حركتها هي في نفسها إذن رسم الهمزة المتوسطة على يا يكون إذا كانت الهمزة مكسورة أو كانت مسبوقة بكسر كما رأينا في الحالات السابقة نضيف إلى هذه القاعدة شيء صغير جدا يضبط هذه القاعدة لاحظوا معي أننا قلنا القاعدة تقول عندنا الحرف المهموز والحرف الذي قبله إذا كان الحرف المهموز مكسورا أو كان الحرف الذي قبله مكسورا بغض النظر عن حركة الكسر هنا فإن الهمزة تكتب على نبرة بهذا الشكل أو على يا إذا كان مكسور أو قبله كسر أو قبل إذا كان مكسورا بغض النظر عن هنا هل هو ساكن أم متحرك أم مضموم أو كان ما قبله مكسور بغض النظر عن حركة الحرف المهموز نفسه لأن الكسر إذا اجتمع مع غيره غلبه والحكم الذي يناسب الكسر الكسر مرتبط دائما برسم الهمزة على يا الجديد الذي نضيفه هنا هو أن مثل الكسر تماما الياء الساكنة لذلك إذا سبق الحرف الحرف المهموز بياء ساكنة فإنه يكتب أيضا تكتب الهمزة على يا كما ترون في هذه الأمثلة مسيء 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 لاحظوا معي أن الهمزة مضمومة ولكنها سبقت بياء ساكنة وإذا سبقت بياء ساكنة فكأنها سبقت بكسر فكأنها سبقت بكسر يجيء سبقت بياء ساكنة فكأنها سبقت بكسر لأن الياء عبارة عن كسرة طويلة بياء لاحظ معي أن الهمزة هنا مفتوحة ولا يوجد كسر ولكن عندنا ياء ساكنة والياء الساكنة بمنزلة الكسر مثل هاي أه الهمزة مفتوحة ولكنها سبقت بياء ساكنة جري أه سبقت بياء ساكنة بري أه يي أس مشي أه دني أه جي أه خطي أه ردي أه قمي أه إذن الآن نستطيع أن نلخص قاعدة كتابة الهمزة عليها في الآتي أن تكون الهمزة نفسها مكسورة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن تكون مسبوقة بكسر الحالة الثالثة أن تكون الهمزة مسبوقة بياء ساكنة في هذه الحالات الثلاث ترسم الهمزة المتوسطة على ياء بهذا الشكل ونلتقي مع صورة أخرى من صور الهمزة المتوسطة إن شاء الله تعالى